عزائي مشاهدي قناة سامراء يسرني هذا الصباح أنا الدكتور موقف الجيبشي أن ألتقي بكم وأن أتحدث إليكم عن بعض الإصابات في العامود الفقري على الأخص الكسور الانضغاطية التي تحدث في منطقة قطنية أو المنطقة السفلة من الفقرات الصدرية هذه الإصابة تحدث بسبب أن حناء الشديد عند الحادث للعامود الفقري يؤدي إلى ضغط على القسم الأمامي من الفقرة هذا الضغط إذا كان شديد قد يؤدي إلى إصابة للنخاع الشوكي وحدوث شلل قد يكون جزئي أو كامل في النخاع الشوكي وعدم القدرة على تحريك الساقين أو القدمين أو حدوث فقدان للحساسية الكاملة في قسم من الساقين وقسم من القسم من البطن في بعض الأحيان وعدم القدرة على التبول أو الخروج للأمعاء أيضاً إذا كانت الإصابة لم تؤدي إلى ضرر كبير في النخاع الشوكي ممكن معالجتها بسحب الفقرات أو التداخل الجراحي لرفع الضغط على جزء من العامود الفقري وإراحة المرير لمدة تقارب من ستة أسابيع إلى شهرين حتى يتم التئام هذه الفقرة المصابة وعدم حدوث أي اختلاطات أخرى للأجهزة العصبية الموجودة خلف هذه الفقرة وممكن أن يرجع الشخص إلى حياة الطبيعية وما يؤدي إلى أي ضرر في أي جزء من أجزاء الأعصاب السفلة للإنسان لكن إذا حدث الضرر بالتأكيد التداخل الجراحي قد يكون مهم لرفع الضغط عن الجزء من العامود من النخاع الشوكي الذي يصيب وبهالطريقة هذه يمكن أن نتوقع عودة إلى الحالة الطبيعية من الحركة للساقين المهم أنه أكد عليه أنه عند حدوث إصابة للظهر على المرافقين أو على الأشخاص اللي يحاولون إنقاذ هذا المريض أو إسعاف المريض اللي يجلسوه يخلوه على ظهره إلى أن ينقل بالإسعاف أو بسدية معينة إلى المستشفى لأخذ التصوير الشعاعي وفحصه من قبل الطبيب المختص لمعرفة مقدار الضرر ومقدار الإصابة لأنه إجلاس المريض بعد الحادث مباشرة يؤدي إلى زيادة الضغط فإذا لم تكن هناك ضرر للنخاع الشوكي عند الإصابة المباشرة قد يكون هذا الجلوس أو التحريك من قبل المسعفين هو سبب لحدوث الضرر فهنا نقطة مهمة أنه يجب أن لا نتسرح بإجلاس المريض وأبقاءه نائم على ظهره إلى أن نتأكد من النوع الضرر الذي حدث في الفقرات القطنية أو الفقرات الصدرية السفلة وعند التأكد من نوع الإصابة الطبيب المختار سيكون هو المسؤول عن كيفية إعادة الشخص إلى حالة الطبيعية ومعالجته التدخل السريع من قبل المسعفين ببعض الأضرار فمرجو أنه عدم التسرع في إجلاس المريض نهائيا أنا أشكر لكم هذا اللقاء وأتمنى لقائكم في حلقات قادمة إن شاء الله